تشاري أمراض النساء والخصوبة الدكتورة بوهيرة الجيوشي مساتش الله بالخير دكتورة بوهيرة مساء الخير يا أستاذ عبير وميرسي قوي على الاستضافة والتحدث في هذا الموضوع اللي هو غاية في الأهمية نعم نعم طبعا دكتورة يعني شو مدى خطورة زواج الأقارب يعني نريد أن نعرف الجمهور أكثر عن مدى خطورة هذا الزواج والله الأختمار أعمالت مقدمة جميلة جدا وشبه خدث الكلام كله قالته ولكن هنريد أن مهم جدا أن نبتعد بقدر الإمكان عن زواج الأقارب لأنه بيؤدي إلى ظهور الأمراض الوراثية المتنحية زي ما قالت لنا الأختمار وكمان بيؤدي إلى حاجات تانية زي مثلا أنه هو وفاة الجنين قبل ما يتولد أو الوفاة الأطفال الحديثي الولادة وممكن كمان بيتؤدي بعد كده إلى بعض المشاكل في تنمية الأطفال وممكن إعاقة زهنية بتكون موجودة ويبقى فيه تأخر في الدراسة إنها جانب والنمو كمان وبعض طبعا في بعض العائلات أو بعض الجنسيات لها أمراض وراثية متخصصة فبالتالي كل ما بيحصل التزاوج أكتر كل ما بتزيد الأمراض دي صعوبة في علاجها وتتوطن أكتر وبالتالي بتبقى صعب بصراحة علاجها نعم أكيد طبعا نحن أيضا في التقرير ذكرت مروى أبرز نتاج الدراسات بهذا الخصوص وأيضا إلى ما تشير لذلك سأنتقل عن الحديث عن النسب لدى المقبلين على الزواج متى تكون مقبولة برأيته أو متى تكون خطيرة بشكل كبير سأقول لحضرتك حاجة هي مش بتتقلب النسب اللي موجودة إحنا حنقول حندي بعض الإحصائيات بنقول إيه إحنا حنقسم زواج الأقارب إلى نوعين زواج الأقارب اللي هم من الدرجة الأولى اللي هم زي ولاد العام وما فيش صفة أرابة مقابلة ذلك طيب هل يترى فيه أمراض وراثية مزمنة موجودة في العيلة ولا لا دي حتفرق حكمها عن زواج الأقارب اللي هم والأباء والأمهات برضو أقارب وهكذا أو معروف عندهم إنهما فيه أمراض وراثية دول بجد من الفئة اللي بنساميهم هاي ريسك لأن دي الأمراض متوطنة وإحنا عارفين إن هي بتكون نسبة عالية من الأمراض المتنحية الوراثية اللي موجودة وبتنتشر بينهم دول بنقولهم إيه دول قبل ما يفكروا إنهما يتزوجوا من بعض إذا كانوا حيستمروا في زواج الأقارب إنهما بيشوفوا استشاري الجينات فحص الجينات عشان بيعمل إيه بيبص بيرجع بدراسة الجينات في العائلة للأجيال الرابعة في الماضي بحيث يقدر يشوف مدى الطوارس لمرض معين بيكون عمل إزاي بصراحة دول ما بننصحش إنهما يتزوجوا من بعض فيه اللي هما مثلا أولاد عام وما حصلش قرابة من قبل وما فيش أمراض وراسية حنقول إذن ما هو مقبول طب لو فيه مرض وراسي طبعا في كل الحالات اللي موجودة نفحص بالفحص ما قبل الزواج وما قبل الحال نعم دكتورة يعني فيه دراسات بعد قالت أن ارتفاع نسبة زواج الأقارب بالنسبة يعني كدول عربية وفي الخليج بعد على وجه الخصوص شو الأسباب رغم أن الجميع يعرف فيه مخاطر من هذا الزواج لكن الموضوع يتكرر هقولك على حاجة مهمة جدا إن الوطن العربي من أكتر المناطق في العالم كله إن فيه أكبر نسبة من زواج الأقارب إحنا هندي بعض الأرقام والإحصائيات نقول فيه واحد بليون نسمة واحد بليون نسمة دول عايشين في مناطق فيها تزاوج الأقارب وبالتالي نسبة التزاوج من الأقارب بتصل إلى خمسين في المية من النسب دي اللي هو واحد بليون نسمة أكترها في المنطقة الخليج والوطن العربي وشمال أفريقيا وعندنا دي عبارة عن عادات وعبارة عن تقاليد وإحنا بنبقى عارفين إن فيه أمراض مزمنة بتكون موجودة والأمراض المتنحية بتكون موجودة ومع ذلك فيه وعي صحي جامد وبعض الدول العربية كمان كتير منها بتشجع على الفحص مقابل الزواج أو الفحص مقابل الحمل ولكن دي بتكون متأخرة شوية المفروض إنه الفحوصات دي بتتم إمتى اللي هي مثلا في سن الثانوي الدراسة الثانوية لأننا هنحط السيناريو الآتي أنا خلاص مقبلة على الزواج والفرح بعد شهر عملنا الفحوصات قبطلع فيه مشكلة هنعمل إيه؟ هنلغي الفرح؟ طب ولو لغينا الفرح هنقول للناس إيه؟ ففيه واجه اجتماعي فيه بنسميه ستيجما سوشل ستيجما بتكون موجودة إلى جانب إن فيه العادات والتقاليد بتخلينا نحن نتزاوج من القريب لأسباب مالية، مادية، ورسية مش بس كده أنا عاوزة بنتي قريبة مني أو زق أحفادي يكونوا قريبين مني بنتي تتجوز ابن عمها عشان يحافظ عليها ويكون فيه عاداتنا وتقاليدنا متورسعة وموجودة جنب بعض العادات والتقاليد بتاعتنا وجاد الورث والمال في وسط العيلة أحياناً بتكون أهم من إن إحنا نتفادة بعض الأمراض اللي موجودة جميل دكتورة أبو هيرا الآن اتحدثت عن موضوع جداً مهم وهو أن هناك دول تقوم بالفحوصات ولكن بحسب خبرتش أنت في المجال هل يؤخذ بهذه النتائج عادة يعني بمعنى أن هل يتم إلغاء الزواج بعد الفحص بعيداً عن ما ذكرنا أن العادات والتقاليد ستقيد الأمر ولكن إذا أنا سويت الفحص إذن أنا عندي نية أن أنا أتعرف أن ما أبلي الأطفال اللي بيون طبعاً من خلالها الزواج فهل يتم المنع من قبل المؤسسة أو الهيئة أو يترك الأمر بالموافقة إلى الزوج والزوجة المقبلين على الزواج كل دولة بتختلف في قوانينها وفي قيودها وأعتقد أن ما فيش قانون على حد علمي قانون إلزامي إنه إذا فيه مرض معين حيمنع هذا الزواج ولكن دي فحوصات إلزامية الفحوصات في بعض الدول مثلاً زي تونس إلزامية إجبارية ولكن هل يتم العمل بالفحوصات دي ولا لا ويمنع الزواج بالقانون أنا بصراحة ما أقدرش أفتي في الحتة دي وأقول فيها لكل دولة لها القانون بتاحها ولكن في أغلب الأمر بيترك إلى الأسرة والعيلة أكتر منه بيترك للزوجين مع بعض بيبقى موضوع عائلي العائلة كلها بتجتمع وتتكلم فيه وحتاجد أن في بعض الأحيان بالرغم بمعرفة خطورة وجود أمراض متنحية خطيرة بيستمروا في الزواج ولكن بيعملوا إيه؟ بيشوفوا استشارة الطبيب أو المختص في أمراض الجينية والوراثية بيعمل لهم إيه؟ بيهي الخريطة الوراثية لهذا المرض الموجود ولكن مش بس كده هنروح حد أكتر كمان إذا في مرض جاهد زي الثلاثيميا أو الأنيميا المنجلية ممكن نشوف مين حامل للمرض وإيه نسبة أننا ممكن يكون عندنا أطفال غير متأثرة بهذه الأمراض وندي النسب دي للزوجين المقبلين على الزواج يعني ممكن حتى لو تواجد مرض أو شيء من الممكن أن تضع خطة علاجية أو خطة أيضا مراقبة للأطفال القادمين وبالتالي يكون عملية تأهيلهم تكون من وقت لتلافي المشاكل المستقبلية ممكن من فحص الكروموزومات بنعرف هل الأطفال نسبتهم كم حيكون متأثرين كم حيكونوا حاملين من المرض وكم منهم حيكونوا سلام بناء على الحزبة اللي بتتعمل والنسبة دي بتعرف هل يتقدموا على الأطفال ولا لا إذا كانت النسبة عالية فيه مخرج تاني اللي هي أطفال الأنابيب وفحص الأجنة للأمراض الوراثية لمرض معين واستبعاد الأجنة المصابة جميل جميل دكتورة بهايرة خلنا نتكلم عن الوعي الأسري يعني اللي هو أساسي في حتى أن الواحد يفهم المشكلة ويبتعد عن المخاطر كيف نحن اليوم نقدر نوصل إلى الأطفال والشباب بعد في البيت ونوعيهم سواء في المدرسة أو في الجامعات نوعيهم بمخاطر هذا الزواج هي حداش مالها على كذا حاجة هي طبعا أعتقد المدرسة أهم حاجة في الموضوع لأن احنا بنبني أجيال لما احنا نبتدي بالأجيال الجديدة والأجيال الجديدة بتكبر وتكون على علم ودراية بأنه هو في أن احنا نبعد عن التزاوج ما بين الأقارب بقدر الإمكان لأنها تبتدي من المرحلة دي وانساعدهم على الفحصات اللي بتتم خلال فترة الدراسة فيبدأوا يسألوا إحنا ليه بنعمل الفحصات دي عشان نبعد عن الأمراض الوراثية طب إيه هي المشاكل الوراثية فدي ضمنية نوع من أنواع التوعية لازم يكون فيه توعية اجتماعية إن إحنا عاوزين نفهم إن إحنا عاوزين بلاد عاوزين نبني أجيال جديدة قوية ونبتعد عن الأجيال الضعيفة اللي لها احتياجات خاصة موجودة فالوعي بيتم على كذا مرحلة من الصغر في المجتمع ككل وكمان على الأجيال الكبيرة اللي هي متمسكة بالعداد والتقاليد ممكن كمان نرجع إلى الدين الدين وازع عندنا اللي هو عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تبتعد وتصحر ففي الشرح هذا الحديث إنه هو في الزواج إحنا بنبتعد عن زواج الأقارب لكي تكون صحة الأجيال الجديدة أحسن من كذا بكتير دكتورة صراحة أوفيت بالموضوع شكرا جزيلا لتش يعني أعطي حق حقيقة ونتمنى أن تكون الأسر أيضا والمشاهدين قد حصلوا على معلومة كافية شكرا لتش شكرا لتش دكتورة